اهلا احبائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي مع نص جديد بعدوان علم وعمل للامام الحسن البصري النص اليوم من نصوص النثر وليس نصوص الشعر هيا بنا لنتعرف على الخطيب ومناسبة هذه الخطبة الخطيب في سطور الحسن البصري اسمه الحقيقي هو الحسن ابن ابي الحسن البصري وكنيته ابو سعيد مولى الانصار مولده كان سنة 21 هجرية بمدينة البصرة في العراق وعشان كده احنا بننسب لي كلمة البصري يعني هو لقبة او اسمه تحط فيه كلمة البصري لانه تولد في مدينة البصرة في العراق شهرته واعماله هو من زهات ذلك العصر عرف بالطقوة والدعوة الى الله وكان عالما عاملا بعلمه يعني مش مجرد عالم بس بيقلف كتب او بيدعو الناس للهداية والزهر لهو كمان كان بيعمل بما يقود وكان من العلماء الفقهاء الخطباء في مساء العلم التوحية يعني هو فقير بنرجع له في بعض الاصول الفقهية او بعض المساء الفقهية وكان يلقي دروسه في مسجد البصرة وظل إماما لأهل السنة حتى وفاته من تلاميذه او من اشهر تلاميذه واصل ابن عطاء وده احد اشهر الخطباء في ذلك العصر وكشئ فكاهي كده واصل ابن عطاء شخص كان قلدخ في حرف الرأ كان ما بيعرفش يقول حرف الره فمن اشهر الحاجات عن واصل ابن عطاء انه هو قرر ان ينطق كل الكلمات بدون حرف الرأ وظل اربعين عام لا يستخدم حرف الرأ من اشهر خطب واصل ابن عطاء حينما قال الحمد لله القديم بلا بداية والباقي بلا نهاية الذي دنى في علوه وعلى في دنوه لو ملاحظين هو ما قرر ما يستخدمش حرف الرأ خالص وفي قصة فقهية تانية عن واصل ابن عطاء ان الخليفة على المنبر اثناء وجوده على المنبر بعت له رسالة يقراها فكان الرسالة مضمنها امر امير الامراء بحفر بقر في الصحراء ليشرب منه الفقراء فبصوا المهارة اللغوية هرب واصل ابن عطاء بزكاء شديد وراح قيل ايه حكم حكيم الحكماء بشق عين في البيداء ليسقي منها المساكين عشان يهرب من حرف الريح فارس وإحنا طبعا خدنا القصة دي وعملناها قصة فقهية ولكن دي قصة حقيقية واصل ابن عطاء ده بقى اختلف مع الشاعر بتاعنا او الخطيب بتاعنا هو الحسن البصري في الرأي حول مرتكب الكبيرة مسألة فقهية واعتزله يعني خد جنبي كده وقال له انا مش مش همشي معاك على نفس النهج بعد كده فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل فلقب هو واتباعه بالمعتزلة عمل فرقة كبيرة كده كل الناس بقى اللي انضمت لواصل ابن عطاء بقى اسموه المعتزلة وفاة الحسن البصري 110 هجري مناسبة النص النص خطبة خطبة وعظية تبين مدى احتياج الانسان الى التحلي بشمائل الامان اي الصفات الايمانية او الاخلاق الحسنة لاني شمائل بمعنى اخلاق ومنها اقتران القول بالعمل اني تقول اللي تعمله او تعمل اللي تقوله يعني ما يبقاش كلام بس وخلاص والصبر في طلب العلم والتحلي بشمائل تصون منزل اي الاخطاء مثل الحلم والفراسة والصبر والشفقة وغيرها من الصفات والشمائل الحسنة وإلا صار ايمان الانسان شعارا اجوى في كلامه الفاضي تضعف معه العقيدة وتنحط بدونه الاعمال غرض النص يندرج هذا النص زي ما اتفقنا تحت غرض الخطبة في العصر الاموي وهي خطبة وعز وارشاد التي تبث القيم النبيلة والتعليم الدينية السامية في الناس فتستقيم حياتهم وانت من نص للعصر الاموي زي ما اتفقنا تعالوا مع بعض ندخل على الجزء الاولاني والفكرة الاولى الاماني المهلكة وانفصال القول عن الفعل او الفقر عندنا هيهات هيهات اهلك الناس الامانية قول بلا عمل ومعرفة بغير صبر وامان بلا يقين ما لي ارى رجالا ولا ارى عقولا واسمع حسيسا ولا ارى انيسا دخل القوم والله ثم خرجوا وعرفوا ثم انكروا وحرموا ثم استحلوا انما جين احدكم لعقة على لسانه اذا سئل امؤمن انت بيوم الحساب قال نعم كذب ومالك يوم الدين تعالوا مع بعض نحلل الكلمات ومعاني اللغويات من خلال الصياق علاقة قوله قول بلا عمل ومعرفة بغير صبر وامان بلا يقين تعالوا نتفق مع بعض اتفاق لما يكون فيه اجمال وبعد كده التفصيل تبقى هذه العبارات تفصيل بعد اجمال يعني لما اقول اهلك الناس الامانية وبدأ يفصل بعدها قال قول بلا عمل معرفة بغير صبر وامان بلا يقين يعني لما اقول مثلا اشتريت مجموعة من المشتريات قميص وبنطلون وتيشيرت ده تفصيل للمشتريات يبقى اي تجزيء يجي بعد اجمال لما يقول لي علاقته بما قبلها اسمه تفصيل بعد اجمال مضاد اهلك اهلك الناس الامانية الهلك او اهلك بمعنى فانية ومات عكسها بقى يبقى احيا ولا اعطى ولا اشتاقة ولا اهدى احيا المقصود بكلمة انكروا عرفوا ثم انكروا انكروا بمعنى جحدوا اي الانقار هو الجحود والنكران معنى حسيسا اسمع حسيسا يبقى حسيسا ده صوت صح صوت انفجار ولا صوتا شديدا ولا صوتا خفيفا ولا احساسا هو صوت خفيف حسيس اللي هو الصوت اللي هو شوشا مضاد يقين اليقين هو الحقيقة عكسها يبقى ايه الشك المرابة هيهاد بصوا يا جماعة هيهاد دي كلمة لا هي اسم ولا هي فعل اي حاجة between كده اسم فعل اسماء الافعال بتبقى شبه الافعال بتاخد نفس معانيها ففي اسم فعل ماضي اسم فعل مضارع اسم فعل امر وهي كلها ومعظمها سماعية اسمعناها عن العرب وكلمة هيهات هيهات دي براعة استهلال من الحسن البصري لاصارة انتباه المستمعين وتشويقهم عشان يسمعوا ايه هو الا هيهات 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 بمعنى بعد بعد بعيد عنك يعني بعد بعود اي ان هذا الامر بعيد بعيد المراد بكلمة هيهات بعد وهي اسم فعل ماضي يعني لا هي اسم ولا هي فعل هي حاجة جديدة اسمها اسم فعل ماضي من خلال فهمك للخطبة بيّن ما حذر منه الحسن البصري وما تعجب منه وما استنكره والله هو الحسن البصري في هذا الجزء قدم مجموعة من التحذيرات وقدم تعجبا واستنكارا حذر الحسن البصري من الامانية المهلكة ففي هذا الجزء يبين البصري انه لم يهلك الناس الا امنياتهم في النجاة رغم عدم عملهم يعني بيتمنوا انهم ينجوا ولكنهم ما عملوش اي حاجة فعارفوا ولم يصبروا على قضاء الله يعني عارفوا ان كل شيء مقدر وان قضاء الله حتمي ولم يصبروا على هذا القضاء وامنوا بالله ولكن بلا يقين تام فاصبحوا في صورة الرجال ولكن لا عقول لهم تراهم بجانبك لكنك لا تأنس بهم وكأنهم الهمش لازمة يعني يعرفون الحلال والحرام ثم ينكرون ذلك وحرموا الامور ثم استحلوها دينهم اهوا شيء عليهم يعني اسم بس كأنه لعقة لحسة كده يلعقونها بلسيانهم كلام يتقال وخلاص اذا سئل الواحد منهم عن ايمانه بيوم القيامة اجاب انه مؤمن اه يؤمن بيوم القيامة طب عملت ايه بقى لكن عمله يخالف قوله ما عملش اي حاجة يبقى الحسن البصريبي يتعجب من ذلك ويستنكره في نفس الوقت تعالوا نستنتج من هذا الجزء من الخطبة الخصائص الاسلوبية للخطيب اتفقنا لما يسألني السؤال ده في الامتحان هقول سهولة العبارة جزالة اللفظ اي قوة اللفظ غذارة المعاني برغم انها كلمات بسيطة جنب بعضها لكن بتدي معاني قوية مع براعة عرضها وتقريبها للأقناع عمق الفكر وحسن ترتيبها الافقار عميقة جدا ان هو بيتكلم في موضوع مهم اوي هو اقتران القول بالعمل الاعتماد على التناصق اللفظي والتوازن الموسيقي الناتج عن الازدواج بين الجمل احنا عارفين الازدواج ده نوع من انواع المحسنات البديعية وهو عبارة عن ان الجمل بتتقطع قد بعضيها بنغمة وحدة بمقياس واحد وده بيدي نغمة موسيقية تريح النفس استخدام المحسنات البديعية كالسجع دون تكلف اللي هو نهاية الفواصل نهاية كل فصلة شبه الفصلة اللي بعدها وضح نوع خطبة الحسن البصري مبينا ما تهدف الي الخطبة خطبة وعص خطبة الحسن البصري خطبة وعص بتهدف الى ايه تهدف الى بس القيم والتعليم الدينية في الناس فتستقيم حياتهم تعالوا نحلل مع بعض هذا الجزء بلاغيا وزي ما احنا متعودين الخريطة البلاغية بتاعتنا الصور البيانية بألوانها تشبيه استعارة كناية مجاز محسنات كذلك الاساليب كذلك وطبعا بناخد الخريطة على جنب ودايما عينينا بتبص هنا علشان نعرف احنا بنحلل ايه هيهاتة هيهات مش ده تكرار التكرار ده شكل من اشكال الاطناب اطناب بالتكرار غرض وإيه الاطناب التأكيد التكرار هنا للتأكيد اهلك الناس الامانية استعارة مكنية اخدر زي ما احنا شايفيه ادي اللون اللي اخدر بتاعنا هوا استعارة مكنية ليه لانه صور الاماني بامرات خطيرة بتهلك الناس وسر جمالة هنا التوضيح ماينفعش تشخيص وماينفعش تكسيم قول بلا عمل كناية البرتقاني بتاعنا اهو كناية عن ايه كناية عن النفاق ماهو اللي بينفق ده بيقوله ما بيعملش فقول بلا عمل كناية عن النفاق وطبعا زي ما احنا عارفين سر جمال الكناية الاتيام بالمعنى مصحوبا بالدليل قول بلا عمل ومعرفة بغير صبر وإيمان بلا يقين لما يبقى عندي التلت جمل وربعا متقطعين قد بعض يبقى ده اسمه ازدواج ايه هو تعريف الازدواج تقسيم الجمل ادي جملة التانية التالتة لما قطع الجمل قد بعضيها مقاطع متساوية بنفس التون بنفس النغمة بنفس الشكل يبقى ده عندي اسمه ازدواج بيعطي نغمة موسيقية كذلك ايمان بلا يقين مؤمن منظر بس ده كناية عن ضعف الايمان ايمان بلا يقين كناية عن ضعف الايمان وسر جمال كناية الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل ما لي ارى رجالا وراء ارى عقولا اسلوب ايه ده هالخبري لا طالما استفهام يبقى يندرك تحت بند اسلوب انشاء نوع استفهام غرضه التعجب عشان كده في علامة التعجب هنا هو بيظهر تعجبه ودهشته من قوة البنيان وضعف العقل بنا ادم جسم عالفاضي هيئة وشكل ولكن دون عقل فعقله خاوي ما لي ارى ولا ارى ارى ولا ارى طباق طباق لانه كلمتين عكس وعا خلي بالكم التباق هنا نوع التباق سلبي الكلمة ونفيها تباق سلبي طيب الجملة دي انتهت بايه ما لي ارى رجالا ولا ارى عقولا لما الفصلة تنتهي بنفس الفصلة يبقى اسمه سجع يعطي نغمة موسيقية زي ما اقول مثلا الحمد لله القديم بلا بداية الباقي بلا نهاية الذي دنى في علوه وعلى في دنوه نهاية الفواصل لما بتتطفق يبقى اسمه سجع يعطي نغمة موسيقيا جملة ارى عقولا استعرام اخدره صور العقول بشيء مادي يرى وسر جمالها التكسي ارى لان اللي جوه الراس ده او جوه الدماغ اسمه المخ لكن العقل هو الذي يتصف به الانسان هو التفكير فهو لا يرى هو يظهر فيه تصرفات الانسان ورا ارى عقولا واسمع حسيسا ولا ارى انيسا كذلك اسلوب انشاء نوع نوع استفهام غرض التعجب اسمع حسيسا كناية عن عدم نفع هؤلاء الرجال انهم الصوت على الفاضي الصوت كمان ضعيف مش مؤثر مش باين مش ظاهر وهو اسلوب انشائي زي ما اتفقنا نوع استفهام غرض التعجب حسيسا وانيسا نهاية الفواصل تبقى سجع يعطي نغمة موسيقية زي ما احنا شايفين حسيسا انيسا سجع يعطي نغمة موسيقية واسمع حسيسا ولا ارى انيسا حسيسا وانيسا كلمتان متقاربتان بصوا كده اللون ده حاجة اسماها الجناس لما يبقى عندي كلمتين وراوين من بعض اوي مختلفين بس في ترتيب الحروف او في هيئة الحروف او شكلها يبقى اسمه جناس جناس ناقص يعطي نغمة موسيقية دخل القوم ثم خرجوا خرجوا ودخلوا يبقى طباق يبرز المعنى ويوضحوا جملة والله جملة اعتراضية اطنب الاعتراض لانها تعترض سياق الكلام اصل الكلام دخل القوم ثم خرجوا والله دي اللي هي الجملة اللي بتبقى بين شرطتين جملة اعتراض اطنب الاعتراض غرضوا التنبيه والتأكيد دخل القوم دخلوا دين دخلوا إلى دين الله دخل القوم ثم خرجوا ده معناه أنه هو إيمان دون يقين أو إيمان غير قوي دخل القوم والله ثم خرجوا وعارفوا ثم أنكروا برضو عارفوا وأنكروا تباق يبرز المعنى ويوضحوا حرموا ثم استحلوا برضو تباق يبرز المعنى ويوضحوا بالتضاد نهاية الفواصل خرجوا أنكروا حرموا استحلوا يبقى ده اسمه إيه سجع يعطي نغمة موسيقية وده من المحسنات البديعية والله اتفقنا أن ده إحدى وسائل التوكيد لأنه قسم والقسم غرضو التأكيد إنما دينوا أحدكم لعقة إنما لما نشوفها في أي حتة يبقى اسلوب قص قصر أداته إنما اسلوب قصر أداته إنما إحنا قلنا وسائل كتير للقصر تقديم الجر المجرور أو إنما أو النفي والاستثناء كل دي أشكال من أشكال القصر غرضها التأكيد والتخصيص إنما دينوا أحدكم لعقة ده تشبيه مباشر دينوا أحدكم لعقة شبه الدين وكأنه لعقة لسان أو لحظة سان وده يدل على أنه مجرد كلام ليس أفعال إذا سئل أمؤمن أنت بيوم الحساب أسلوب إيه ده؟ شطرين أسلوب إنشاء نوع استفهام أسلوب إنشاء نوع استفهام غرض التعجب أمؤمن أنت بيوم الحساب أسلوب إنشاء نوع استفهام غرض التعجب والاستنقار طبعا عندي فيه اطناب هو يوم الحساب هو يوم الدين فده اسمه اطناب بالترادف غرض التأكيد الاطناب ليه اشكال كتير زي ما احنا قلنا قلنا اطناب بالترادف وفي اطناب الاعتراض وفي اطناب بالتزييل الاطناب ليه اكتر من نوع هنا يوم الحساب ويوم الدين الاتنين بنفس المعنى فده يبقى اسمه اطناب بالترادف كلمة مالك يوم الدين كناية عن موصوف مين هو مالك يوم الدين الله عز وجل كناية عن موصوف وسر جمالك كناية الاتيام بالمعنى مصحوب بالدليل امؤمن انت بيوم الحساب قال نعم كذباء ومالك يوم الدين تعالوا مع بعض ناخد بعض اسئلة التزوق الفني على الجزء ده العلاقة بين قوله قول بلا عمل ومعرفة بغير صبر قلنا ان ده تجزيء للي قبله يبقى تفصيل بعد اجمال مغزى الحسن البصري من هذه الخطبة هي اصلا خطبة وعز يبقى بس القيم والتعاليم الدينية للناس نوع الاسلوف في امؤمن انت استفهام والاستفهام يندلك تحت الانشاء نوع المحسن البديع بين عارفه وانكره وحرمه واستحله كلمات كلها عكس بعض يبقى تباك يبرز المعنى ويأكده يوم الحساب ويوم الدين بينهما اتفقنا الاتنين بنفس المعنى يبقى اطناب بالترادف نوع الصورة البيانية في اهلك الناس الامانية وارع عقولا الاتنين استعارة مكنية صور العقول بشئمة ديورة وصور الاماني بوحش او مرض اوداء يهلك الانسان جزء الثاني من درس علم وعمل للامام الحسن البصري بعنوان من اخلاق المؤمن ان من اخلاق المؤمن قوة في دين وامانا في يقين وعلما في حلم وحلما بعلم وكيسا في رفق وتحملا في فاقة وقصدا في غنى وعطاء في الحقوق وانصافا في الاستقامة لا يحيف على من يبغض ولا يأثم في مساعدة من يحب لا يهمذ ولا يغمز ولا يلمز ولا يلغو ولا يلهو ولا يلعب ولا يشمت بالفجيعة ان نزل بغيره ولا يصر بالمعصية اذا نزل بسواه تعالوا نستنتج مع بعض من خلال الفقرة دي صفات واخلاق المؤمن هو الحسن البصري اجمل لنا في هذه الفقرة صفات واخلاق المؤمن التي يجب ان يتحل بها من اخلاق المؤمن قوة في دين اي قوي في دينه وامان بالله كله يقين يعني يؤمن بالله امانا صادقا وعلم مع الرفق بالناس يعني لديه علم يرفق بالناس في المعاملة هذا الرفق الذي لا يكون في موضعه فيكون عن علم يعني مش مجرد رفقه وخلاص يعني معليش كلمة معليش اللي احنا بنستخدمها كتير دي لا هو رفق في موضعه فيكون الرفق بشيء من العقل والذكاء ومن اخلاق المؤمن ايضا انه يتحمل الفقر ولا يسرف في الغنى ويعطي الحقوق لاصحابها ويعديل بين الناس بيظلمش حد لا يظلم احدا ولو كره يعني حتى لو اجبر على ده لا يعيب الناس بالقول او الاشارة يعني مش تمشي حد ما بيسبش حد ما بيسقش الحد بلسانه ولا يضيع وقته في لهو او في ما لا يفيد من الكلام فهو يستغل وقته استغلالا جيدا ولا يشمت ان رأى المصيبة قد نزلت بغير ولا يشمتش في حد ولا يفرح ان رأى احدا على معصية يعني لا يفخر بالمعصية ولا يصيبه السرور في حالة وجود معصية استنتج من خلال فقرة السمات الشخصية للخفيف واحد بيقدم الوعز ده كله والنصح ده كله فلازم نقول عليه فقيه عالم حكيم عاقل مجرب سامي الخلق يقدم مواعز اثناء خطبه في لين ويسر دون زيادة في الكلام يعني راجل بيقدم النصيحة في اقصر اسلوب لها تعالوا نفسر مع بعض بعض المعين اتفقنا ان علاقة قوة في دين ايمان في يقين وعلما في حلم وكل ده تفصيل بعد اجنال مضاط حلم في الفقرة ايه هو الحلم وعلما في حلم مضاط حلم حمق وتهور لان حلم بمعنى عقل وعلما في حلم اي في عقل كن ذو حلم اي ذو عقل عكسها حمق وتهور المقصوب بكلمة يحيف لا يحيف على من يبغد الحيف هو الظلم فهو لا يظلم من يكره يعني واحد بيكره واحد فمش عشان بيكرهه يظلمه لا هو عادل شخص عادل معنى الفجيعة مصيبة الفجيعة هو الامر الغير واقع مصيبة جمع فاقة فاقات والفاقة هو الفقر الفاقة هي الفقر المرب يغلو يبالغ يعني لا يلغو يتشدد ولا يبالغ ولا يجاوز الحد تعالوا نحلل مع بعض الجزء ده لغويا وبلاغيا ان من اخلاق المؤمن قوة في دين وامانا في يقين وعلما في حلم وحلما بعلم بصوا نتفق مع بعض نهاية الفواصل دين يقين حلم علم ده اسمه سجع يعطي نغمة موسيقية احدى المحسنات البدعية كذلك تقطيع الجمل لمقاطع متساوية علما في حلم وحلما بعلم ده اسمه ازدواج ازدواج ايضا يعطي نغمة موسيقية وهو تقسيم الجمل لمقاطع متساوية كيسا فيه رفق دي كناية كناية عن ايه كناية على ان المؤمن عنده حكمة في تصرف الامور لان الكياسة هي فطنة هي زكاء كيسا في رفق اي شخص عنده فطنة وزكاء كناية عن صفة وهي الحكمة في تصرف الامور كيسا في رفق وتحملا في فاقة وقصدا في غنى كل ده عندنا حاجة مهمة اوي انه قطع الجمل قد بعضيها ده عندنا اسمه ازدواج تقطيع الجمل باشكال متساوية اسمه ازدواج كيسا في رفق وتحملا في فاقة وقصدا في غنى فاقة اتفقنا يعني فقر عكسها غنى يبقى طباق يبرز المعنى ويوضحه طباق يبرز المعنى ويوضحه لا يحيف على من يبغد ولا يأثم في مساعدة من يحب الجملتين عكس بعض لا يحيف على من يبغد ولا يأثم في مساعدة من يحب يعني ما بيظلمش الشخص اللي بيكرهه ولا بيحابي للشخص اللي بيحبه فدي مقابلة جملة عكس جملة لا يحيف ايضا كناية عن العدل انه هو شخص عادل ما بيظلمش حد حتى لو كان بيكرهه كل الكلمات اللي بعد كده لا يهمز لا يغمز لا يلمز لا يلغو لا يلهو كل ده كناية عن عفة المؤمن وتقوى وعن تعدد صفاته العظيمة وكلمة يغمز ويلمز ويلغو ويلهو كلها سجع يعطي نغمة موسيقية ولا يشمت بالفجيعة ازدواج ايضا وكناية عن مرؤة المؤمن وحسن اخلاقه لا يشمت بالفجيعة انه هو شخص محترم يعني ما بيشمتش بغيره والجملة دي والجملة دي ما بينهم ازدواج يعطي نغمة موسيقية وكناية عن مرؤة المؤمن وحسن اخلاقه تقرار النفي الكثير ده لا 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 في الفقرة يفيد التأكيد على حسن اخلاق المؤمن وصفاته العظيمة نخش مع بعض على التزوق الفني للفكرة الثانية جمع فجيعة فجوع فواجع فجائع فجيعة شبه كلمة طبيعة طبيعة طبائع يبقى فجيعة فجائع وفواجع ايضا فكرة الرئيسية في الفقرة هو بيتكلم عن اخلاق المؤمن وصفاته ولا الايمان واليقين ولا الذكاء والفتنة ولا الاستقامة واثرها لا اخلاق المؤمن وصفاته نوع الاسلوب في ان من اخلاق المؤمن نداء للتنبيه ما فيش نداء امر النصح استفهام للتعجم مؤكد بان اسلوب مؤكد ادوات التوكيد عندنا انه قد ولقد نوع المحسن البديل بين وامانا في يقين وعلما في حلم ده تقطيع الجمل قد بعضها مقاطع متساوية يبقى اسمه ايه وقبل تصريع ازدواج تبق نوع الخطبة اتفقنا انها خطبة وعز مش سياسة ولا اجتماع ولا حفلية نوع الصورة البيانية في لا يحيف على من يبغض كناية كناية عن ايه عن عدل المؤمن وعن صفاته الحميدة فهو لا يظلم من يقرأ الصورة البلاغية في قوله لا يهمز ولا يغمز ولا يلمز ايضا كناية كناية عن تعدد صفات المؤمن وحسن اخلاقه ماذا افاد العطف بين الجمل احنا اتفقنا لما بيجي لي سؤال العطف ده لو هم حاجات مختلفة يبقى تعدد وتنوع لو هم حاجة متفق عليها او حاجتين زي بعض يبقى التأكيد وهنا تعدد وتنوع الصفات والاخلاق التي يتحلى بها المؤمن بيجي لي سؤال مهم اوي بيقول لي عرف اسلوب الحسن البصري بالسهل الممتنع يعني ايه الجملة دي وايه سمات الاسلوب ده سهل ممتنع يعني سهل بس اي حد يعمله مش اي حد يكتبه لان انت لو قريتك كلمات هتليها جملة قصيرة اوي جنب بعضيها بس مش اي حد يحط الكلام ده جنب بعض الاسلوب السهل الممتنع لبي تميز به الحسن البصري هو الذي يراه الجاهل فيظمنا انه يستطيع ان يقول مثله لكنه لا يستطيع ان يقول مثله ماقدرش يكتب زيه سماته الاسلوب ده سهولة العبارة حتى توشك الا تحتاج الى شرح كأن انت مش عارف تحط شرح ليها هي مشروحة هي عبارة شرحة نفسيها جذالة اللفظ اي قوة الكلمات اللي محطوطة قوة التعبير الخلو من الحشو والفضول مفيش راغي ملوش لازمة مفيش كلمات محطوطة ملهاش لازمة كل الكلمات محطوطة في موضعها بيجي لي سؤال تاني بيقول لي تعبيرات الحسن البصري بلغت الظروة في البلاغة والاجاز مثل لذلك بعض الكلمات في النص التي توحي بقوة الحسن البصري في استخدام التعبيرات من هذه الكلمات اسمع حسيسا ولا ارى انسى جملة بسيطة تعبر على ان هناك اشخاص كثيرة فيه اصوات فيه دوشة كده لكن مفيش افعال مفيش ناس على قد المسئولية ناس ليس لها قيمة سكونه فكرة ونظره عبرة ودي صفات المؤمن ايضا توضح مدى قوة هذا المؤمن البذء الثالث من درس علم وعمل للامام الحسن البصري والفكرة الثالثة صفات المؤمن الحق بنستكمل مع بعض الصفات المؤمن كما وضحها الحسن البصري المؤمن في الصلاة خاشع والى الرقوع المؤمن الحسن البصري ونظره تقه ونظره تقه وسكوته فكرة ونظره عبرة يخالط العلماء ليعلم ويسكت بينهم ليسلم ويتكلم ليغنم وإن سفها عليه حلم وإن ظلم صبر وإن جير عليه عدلة تعالوا نستنتج الصفات الخاصة بالمؤمن في هذه الفقرة من أخلاق المؤمن أنه خاشع في الصلاة عنده خشوع بيؤدي الفرط بخشوع مسارع إليها لا يؤخر صلاته يشفي صدور الناس بقوله قوله بلسم يعالج الصدور ويشفي الصدور صبره تقه وخوفه من الله عز وجل سكوته تفكير وتأمل في ملكوت الله نظره اضطعاز واعتبار فهو ينظر إلى مضمون الأشياء وليس ظاهرها يجالس العلماء ليكتسب منهم العلم ويسكت بينهم ليسلم من الخطأ ويتكلم إن وجد في كلام فائدة إن أزاه الناس عفى عنهم وصبر على أزاههم وإن ظلمه الناس أنصفهم فهو شخص عادل تفسير معاني بعض الكلمات علاقة ليعلم ليسلم هو بيخالة العلماء ليه ليعلم يبقى تعليل لما قبلها مضاد جيرة وإن جيرة عليه يعني تظلم عكسها أنصفة يعني خات حقه المكسوب بكلمة خاشع المؤمن في الصلاة خاشع إيه هو الخشوع خاضع متزلل متأخر الأولى والثانية الخشوع هو الخضوع والتزلل لله عز وجل معنى يغنم يكسب يعني يفوز ويحقق الفوز جمع عبرة كلمة عبرة دي بتشترك مع كلمة تانية تعالوا ناخدها على جنب كده تعالوا اشتهجة مع بعض كده عب ر طيب في كلمة تانية اسمها عب ر ايه الفرق بين الاتنين العبرة هي العزة حد بيديني موعزة وجمع عبرة عبر بكسر العين طيب عبرة بمعنى دمعة اللي هي جمعها عبرات يبقى عبرة عبر اللي هي عزة وعبرة اللي هي دمعة جمعها عبرات عشان نبقى بس فاهميني الفرق بين الاتنين وهنا اكيد هو استخدم كلمة عبرة يبقى جمع عبرة عبرات ولا عبور ولا اعبار ولا عبر عبر المراد بيصفها عليه ايه المقصود بيصفها عليه حد ازايا يعني تعرض لطيش حد دايقه حد ضعيف العقل اصابه بالسفة تعالوا تحلل الجزء ده بلاغيا المؤمن في الصلاة خاشع والى الركوع مسارع المؤمن ده مبتدأ فين الخبر بتاعه خاشع يبقى فيه جر ومجرور هنا يبقى القصين دول على طوله احنا زي شطار كده اسلوب قصر لان المفروض اصل الكلام المؤمن خاشع يبقى في الصلاة يبقى هو هنا قديم الجر والمجرور يبقى ده اسلوب قصر بتقديم الجر والمجرور اللي هو في الصلاة على الخبر اللي هو خاشع غرض التخصيص والتأكيد المؤمن في الصلاة خاشع ده اندل هيدل على ايه كناية اللون البرتقاني الحلو ده كناية عن ايه كناية عن قوة الامان انه بيقدي الفرض بخشوع كامل يبقى المؤمن في الصلاة خاشع كناية وسر جمال الكناية ايه شطرين سر جمال الكناية الاتيان بالمعنى مصحوب بالدليل الركوع هو قصده الى الركوع مسارع يعني بيرقع بسرعة هو قصده بيصلي بسرعة طب الركوع ده جزء من ايه جزء من الصلاة صح يبقى ده مجاز مرسل مجاز مرسل عن الصلاة يبقى كلمة الركوع دي مجاز مرسل وده احد الصور البيانية مجاز مرسل عن الصلاة لقته جزئية هو قال الجزء واراد الكل قال الجزء اللي هو الركوع لكن هو قصده الصلاة كلها طب سر جمال المجاز ايه الاجاز والدقة في اختيار العلاقة الاجاز والدقة في اختيار العلاقة المؤمن في الصلاة خاشع والى الركوع مسارع اتفاق نهاية الفواصل سجع يعطي نغمة موسيقية اتفاق نهاية الفواصل سجع يعطي نغمة موسيقية وده ايضا بيدل على قوة ايمان هذا المؤمن المؤمن في الصلاة خاشع والى الركوع مسارع قوله شفاء مشبه ومشبه به عشان كده خدنا تشبيه قوله شفاء يبقى صور القول الذي يقوله المؤمن بالشفاء وسر جمالها التوضيح قوله شفاء وصبره تقى لما يبقى عندي جملتين متقطعين قوله شفاء صبره تقى سقوته فكرة نظره عبرة كل ده اسمه ازدواج يعني ازدواج تقطع الجمل اد بعضيها مقاطع متساوية تعطي نغمة موسيقية تطرب الازن فكرة وعبرة ايضا فكرة عبرة ايضا سجع يعطي نغمة موسيقية سجع يعطي نغمة موسيقية يخالط العلماء ليه ليعلم يبقى تعليل لما قبلها وليعلم ليسلم ليغنم سجع يعطي نغمة موسيقية اتفاق نهاية الفواصل سجع يعطي نغمة موسيقية طب ليعلم ليسلم الفرق بينهم حرف واحد تقريبا بص حرف العين ده يبقى ده اسمه جيناس ما بين ايه وما بين ايه ليعلم وليسلم جيناس ناقص يعطي نغمة موسيقية تطرب الازن لما يبقى عندي كلمتين شبه بعض او مختلفين في حرف ولا حاجة يبقى ده اسمه جيناس يعطي نغمة موسيقية يسكت بينهم ليسلم مين ده المؤمن ما بيقعد مع العلماء بيسكت عشان ما يقعشف غلط يبقى ده كناية عن ايه يسكت بينهم ليسلم كناية عن تقديره للعلم والعلماء هو فاهم قيمة الموقف اللي هو فيه وفاهم اهمية العلم فعايز يقعد يتعلم طب يسكت ويتكلم بص كده يسكت يتكلم ده ايه يسكت يتكلم ده طباق يبرز المعنى ويؤكده طباق ايجابي لانه كلمة وعكسها وان صفها عليه حلمة دكناية عن تعقل المسلم او المؤمن عنده حق يعني صبر بيصبر على السفه اللي موجود قدامه بيصبر على الطيش اللي موجود قدامه وان صفها عليه حلم وان ظلم صبر وان جيرة عليها عدل الجمل متقطع قد بعضيها يبقى ايضا اسمه ازدواج يعطي نغمة موسيقية تضطر بالازن في عندي كلمات عكس بعضيها كلمة جيرة وعدل وكلمة صفها وحلم السفه هو الطيش والحلم هو العقل طباق يبرز المعنى ووضحه الجير هو الظلم عكسها العقل طباق يبرز المعنى ويوضحه عندي كلمة صفها وظلمة كلمات مبنية للمجهول ازا هنا في ايجاز بحس في الفاعل وده يعتبر نوع من انواع الاجاز غرضه لفت الانتباه ظلمة وجيرة لاتنين بمعنى واحد يبقى اسمه اطناب بالتراضف وغرض الاطناب بالتراضف التأكيد تعالوا مع بعض ناخد بعض اسئلة التزوق والفني مضاد يغنم قلنا يغنم يكسب عكسها يخسر يغرم يهزم الاولى والثانية الاولى والثانية لان الانسان الذي يكسب عكسها يتغرم او يغرم وعكسها يخسر الفكرة الرئيسية هنا اخلاق وصفات المؤمن لان هي الفكرة كلها الرئيسية في الخطبة اخلاق المؤمن وصفاته نوع الاسلوفي المؤمن في الصلاة خاشع قلنا هنا في تقديم جر ومجرور اصل الكلام المؤمن خاشع في الصلاة يبقى ده قصر للتأكيد نوع المحسن البديع بين وسكوته فكرة ونظر وعبرة والله يبصه وفي اتنين هنا انا اقدر اقول اني بين الجملة دي والجملة دي ازدواك واقدر اقول اني فكرة وعبرة سجعة اشوف الاختيارات اللي قدامي قال لي مقابلة تصريع ازدواك تباق يبقى الاختيار اللي قدامي ازدواك الركوع كلمة الركوع قلنا ده جزء من كل يبقى ده اسمه مجاز مرسل علاقته ايه جزئية لانه قال الجزء قردت كله سر جمال المجاز الاجاز والضقة في اختيار العلق نوع الصورة البيانية فان وان سفيها عليه حلم كناية كناية عن عقل ورضانة الانسان المؤمن الصورة البلاغية في قوله شفاء مشبه بلاص مشبه به يبقى تشبيه بليغ بين ظلم مواجير الاتنين بمعنى واحد ده اسمه ايه اطناب بالطردف تعالوا ناخد تدريب على النص المتحد من اشهر خطب الوعز لهارون الرشيدي وده كان من اعظم الحكام في عصره اوصيكم عباد الله بتقوى الله فان في التقوى تكفير السيئات ومضاعفة الحسنات وفوزا بالجنة ونجاة من النار واحذركم يوما تشخص فيه الابصار وتبلى فيه الاسرار يوم البعث ويوم التغاب ويوم الطلاق ويوم التنادي يوم لا يستعتب من سيئة ولا يزداد في حسنة يوم الاذفة اذ القلوب لدى الحناجر قاذمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت اول سؤال عندنا الفكرة الرئيسية للخطبة لاحظ ان هو قالك من اشهر خطب ايه الوعز يبقى هو اكيد هيقدم مجموعة من النصائح تقوى الله طريق الجنة اه حلوة دي اطاع سبب الفلاحة الاخلاص في العبادة الجنة والنار هو ده اشهر حاجة موجودة او اكتر فكرة تكون شاملة كاملة تجمع كل النصائح المرب التقوى الخشية العبادة الاتقان الاخلاص التقوى هو الخوف من الله وخشية الله عز وجل البديع في تكفير السيئات مضاعفة الحسنات بتالك جملتين عكس بعض ودي جملة وجملة فيبقى بينهما مقابلة طب لو قال لي سيئات بس او حسنات بس او قال لي تكفير بس او مضاعفة بس يبقى طباق لان الطباق كلمة وكلمة انما المقابلة جملة عكس جملة نوع اللون البياني فيه تخفي الصدور يخبيها في الصدور دي استعارة متنية صور الصدور بانسان بيخفي طب لو قال للصدور بس الصدور لوحدها هتبقى مجاز مرسل طب ليه الصدور هتبقى مجاز مرسل لان هو مش قصده تخفي الصدور قصده القلوب طب والقلوب مكانها فين في الصدور يبقى ده مجاز مرسل علاقته محلية قال المحل واراده ما بيداخل المحل يبقى لما حط الكلمة انجا ببعض تخفي الصدور يبقى الصدور الانسان بيخبي يبقى دي استعارة متنية انما لو قال الصدور بس يبقى هو مش قصد الصدور لو الصدور هتبقى مجاز مرسل انما تخفي الصدور استعارة مكنية حدد نوع الاسلوب فيه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الاطقوا ده فعلا ايه امر صح طب الامر انشاء ولا خبر اسلوب انشائي لان الانشاء امر استفهام نداء تمني اي شكل من اشكال الطلب دي على طول اسلوب انشائي تعال السؤال المشهور بتاعنا اللي بيجي لنا كل شوية حدد بعض السمات الاسلوبية للخطيب يبقى عايز اسلوب الخطيب عامل ايه طبيعي حفظنا سهولة الالفظ ودوح الفكر جمال التصوير استخدام المحسنات البديعية هو ده شكل اسلوب الخطيب بتاعنا بكده نكون وصلنا لنهاية درسنا اليوم درس علم وعمل للامام الحسن البصري والى لقاء قريب.